استنكر مواطنون ليبيون قرار الاتحاد الأوروبي بتنديل العقوبات على شخصيات ليبية كان من ضمنها رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح مؤكدين أن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ليست للمصلحة الليبية وأنها تفرض على الأشخاص الذين يعارضون الأجندة الأوروبية في ليبيا هؤلاء مصالحهم الشخصية الاتحاد الأوروبي فما يشوفوا في مصلحة البلاد أصلا بكناهم فيشوفوا في مصالحهم الشخصية الشخص اللي يقعد أمطاوحهم هم اللي يبوه هم اللي يبوه واللي يقدم عارضهم هم اللي طبعا حيقد يفرضوا عليه العقوبات وما يبوهش فيبوهوا شخص تحت منهم أقبوهم شل العقوبات اللي بنسلون عليهم ويدوروا الحاجة اللي هي أصلا الشعب الراجد الريح اللي قادم يتملح في البلاد ويحك فيها الحياة كيف ماشية والناس متملحة والناس متمرضة بكل يعني هذي ماذا ينظرون لها اللي ينظروا عقيلة صالح على الشيء شن العقوبات يدوروا في عقيلة صالح ما يدوروا الناس لقرأ يتوى كلمات يسبونا في مشاكل في البلاد ويسبونا في أزمات حتى البلاد كله تمت أزمات ممكن عشان هو المساندين للجيش الوطني وفي مكافحة الارهاب وممكن هو اللي عليه لنظار أكتر شيء لأنه هو اللي هو الواجد ليبيا وهو رئيس ليبيا في نفس الوقت هذا عليش أن المجتمع الليبي حاط ضغطات وحاط عقوبات على المستشار كلا صالح عرفت هذا هو واحد من الأسباب في نفس الوقت يهاب في الجيش الوطني مغضاك أنت حاطين ضغطات على المشير أو الحاجة في محابة الهاب هذا ما نقول لك أضم الدعمي للجيش كان الاتحاد الأوروبي قد مدد العقوبات على ثلاث مسؤولين ليبيين لمدة ست أشهر إضافية بسبب استمرارهم في الحقيقة عملية السلام والمصالحة في البلاد المجتمع الدولي لها عقوبات يعني كل منهم مصالح يعني ليش ما يعدوش يبحثوا الجماعات الجماعات المتطرفة قاعدين في سيرة وفي دارنا وفي نية ليش ما يعدو يدوروا عليهم عقوبات وليش يجول عقيلة صالح أو يجول العقيد محمود الورفالي أو ليش يعني أضم رموز الكرامة يجيينهم ويدوروا فيهم ويطاردوا فيهم طبعا هي شخصية وطنية هي المسبب للوطن يعني عقيلة صالح هو بالنسبة لنا نحن كجهة شرعية هو لهم بالمرصاد يعني في جميع قراراتها يعني هو يعني يمعرضهم عملية بيفردوا على شخصية أخرى بيفردوا لحجات هذه على شخصية تقدم عرضتهم وقراراتهم وليفتح عليكم وشعب اللي بيمتفق معها قلبا وقالبا عقيلة صالحنا معها قلبا وقالبا وكان من ضمن الشخصيات رئيس مجلس النواب النبي عقيلة صالح ورئيس حكومة الإنقاذ المنبثقة من المؤتمر الوطني العام خليفة لغويل ورئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين